تشريعات التي يراد لها أن تمرر بالأغلبية السياسية تمر وتشريعات لا تمر إلا بالتوافق السياسي ممن مر بالتوافق السياسي أنا هذا اللي أقوله لأنه هناك إرادة سياسية ليبقى والله فهمت قصدك لكن ليس لهذا موضوعة الإقليم والخلل ما بين إبقاء الوضع المتأزم بالنسبة إلى الإشكاليات الكبيرة بين الإقليم والمركز ليس له أنه هذه الأغلبية التي تستطيع أن تتوحد في موقف معين وتصدر قرار بعيدا عن المكونات الأخرى وتعتمد اللغة الرقمية داخل البرلمان رغم أني من الموافقين على هذا الموقف يعني يفترض أن يكون البرلمان يعتمد اللغة الرقمية بعيدا عن التوجهات القومية والدينية لهذا المكون أو ذاك لأنه نحن نتعامل مع برلمان ومع عملية ديمقراطية فيها لغة الأصوات أما أن تكون هذه فقط ذريعة على أساس أنه لماذا لم يصوتوا أعتقد هنا الموقف فيه موقف من الباب الأخوة الأكثر يعني وإلا هذه الكتلة الأكبر أستاذ وائل أستاذ وائل أستاذ وائل أستاذ وائل شون موقف أخوة أكثر ناس ما عندهم رواتب سوق القلعة فارغ يا موقف أخوة غير إحنا نتكلم بناحية موضوعك لا 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 إذا نسلف لا لا ما يخالف ما يخالف إذا نسلف بأخوة نمرر موضوع الرواتب ونقعد نقر قانون نفط وغاز ونمشي وينتهي الموضوع تنتهي القضية مضر وفود راحة جاية حتى لا يستخدم استخداما سياسيا من اللي يخاطع الرواتب دكتور من اللي يخاطع الرواتب يعني أليس هناك اتفاقا بين الإقليم والمركز على تسليم يوميا ما تم الاتفاق عليه من تصدير النفط لم يستلم الدولة الاتحادية تصرح تقول لم أستلم ولم يتوافق حكومة الإقليم على تسليم ما بحصتها من تصدير يومي من النفط إلى الحكومة الاتحادية يعني ما أعرف يعني حقيقة إذا كانت قضية أنه فقط هو أخذ يعني العنجهية وفرض الإرادات هي اللغة السائدة ما بين الإقليم والمركز وانا راح تفتق عليها فتق أكبر راح تخلي المحافظات الجنوبية اللي تعتبر نفسها أنه هي صاحبة العطاء الأكبر والإنتاج الأكبر من تصدير النفط تقول لك أنا حتى البترود والأرض حتى الآن ما أتفضل أنا فقط حتى أحسن حتى تقلق لي أجمع حتى